أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي مع الجزائر على شدة الأصعدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للسيد رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية حيث ثمن الرئيس المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين من جانبه نقل الوزير العمامرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائرية وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب بوزير الخارجية الجزائري في مصر طالبا سيادته النقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون ومثمنا سيادته المستويات المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين كما أشار السيد الرئيس إلى حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شط الأصعيدة من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة وذلك للانتلاق بالعلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب اتصاقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين من جانبه النقل الوزير العمامرة إلى السيد الرئيس رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت اعتزاز الجزائر بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمية والشعبية والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات معبرا عن تطلعه لمزيد من التنصيق والتشاور مع السيد الرئيس خلال الفترة المقبلة لمواجهة تحديات المتعددة الأشكال التي تواجهها المنطقة والأمة العربية ودعم العمل العربي المشترك وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التبحث حول سبل تعزيز أفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين حيث تم التأكيد على أهمية عقد الدورة المقبلة لللجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء خلال العام الجاري فضلا عن عقد الدورة المقبلة لآلية التشاور السياسي على مستوى وزيري الخارجية بما يخدم جهود دعم العلاقات وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين وتعزيز أطر التعاون والتنصيق إذا أكافت القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والتعاون والتضمن وعلى صعيد القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك تم التبحث حول مستجدات الوضع في ليبيا الشقيقة حيث تم التوافق حول أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وصون وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها الوطنية خاصة العسكرية والأمنية تعزيزا للجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبيا وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في تونس الشقيقة أكد الجانبان على استمرار الدعم العربي للرئيس قيس سعيد وما يقوم به من إجراءات وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في البلاد ترجمة نانسي قنقر